في تطور لافت على صعيد الساحة السياسية والبرلمانية على وجه الخصوص وجه النائب وليد أطبطبائي عبر الراي دعوة لتشكيل كتلة نيابية تنسيقية تسعى لإصلاح وإقرار القوانين الشعبية أطبطبائي أضاف في تصريح أيضا أنه على تواصل مع عدد من النواب لحشد جبهة إصلاحية تقر القوانين المطلوبة وإذا فشلت فإنها ستذهب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء أنا أدعو لمجموعة إصلاحية تضع عدد من القوانين والمسائل كهدف لتحقيقها ونحاول نمرر هذه القوانين مهمة لصالح مواطن إذا فشلنا في تمرير هذه القوانين نتجه لاستجواب رئيس الوزراء أدعو من خلال هذه القناة لمجموعة تنسيقية تهدف إلى الإصلاح وإذا فشلت في الإصلاح تقوم بالمحاسبة هل لديك نية أو عمال على تشكيل هذه الكتلة؟ هناك تواصل، الآن تواصلنا مع مجموعة من نواب من بينهم الأخ عبلوها بالبابطين وطبعاً إحنا معنا الأخ اللي كانوا الستة اللي كانوا مع طرح الثقة زاد فيه قروب في عبلوها بالبابطين ومجموعة وقال نحاول إن شاء الله تواصل لحشت جبهة إصلاحية هدفها قرار قوانين تهم المواطن وإذا فشلت تتجه إلى المساءلة والاستجواب ونبقى في دائرة الحديث عن الاستجوابات حيث تستعد الساحة البرلمانية لعدة مساءلات على حد تصريح أكثر من نائب وهي استجوابات يشخصها البعض على أنها غير مجدية قراءة في تقرير رباب الدح لا يكون دور الإنعقاد المقبل دور إنعقاد ساخن لأن أغلب النواب لم يكونوا حرصين على مصلحة المواطن بل على مصالحهم الشخصية بهذه الكلمات يضع النائب وليد الطبطباء النقاط على الحروف ويعلن بأن الحكومة نجحت باستقطاب أغلب النواب لا أظن في دور الإنعقاد ساخن ولا حتى فاتر دور الإنعقاد أقل من المستوى سيكون للأسف كثير من الأعضاء غير حليص على مصلحة المواطن وكثير من الأعضاء أهم مصلحة الشخصية لذلك انتهى عام كامل دون إنجازات قوانين مهمة لم نستطع إنجازها بسبب أن الحكومة ضبطت لها أغلبية والبقية المفروض يستجبون الرئيس الوزراء ويحاسبون على تعطيل أعمال المجلس وتعطيل قوانين المهمة وضرار المواطنين ما صار أي شيء هل متوقع أن دور الإنعقاد الجاي يتحول الأخوة النواب إلى نواب فاعلي؟ لا أظن للأسف يعني أنا ما نمتوقع ساخن ولا شيء معظم التلويح بالاستجواب معظم وليس كله بعض الهدف التكسب يعني أتمنى يكون فيه استجوابات صراحة وإن كان النائب والد الطبطباء يرى بأن أغلبا الاستجوابات هي للتكسب الانتخابي فهو بتصريحه هذا يتفق تماما مع تصريح النائب أحمد الفضل ففي تحليل الاستجوابات القادمة يتفق النائبان لأول مرة على وجهة نظر واحدة نريد وزراء منجزين نريد وزراء يخلصون القرار بسرعة مو فقط يكفي أن وزير يكون نظيف ويجب أن يعمل يعني مو فقط الأمانة القوة كذلك مطلوبة والقوة العمل والإنجاز أكثر من نائب يمكن لمح باستجواب أيضا لرئيس مجلس الوزراء هل تعتقد هذه التلميحات قد تتحول إلى واقع؟ في شنك ماكوش ماهره لن تتحول إلى واقع أنا عندنا ناس محصنين رئيس مجلس الوزراء سلفا بس الفكرة يعني تستجوب رئيس مجلس الوزراء على شنو؟ شنو بالضبط؟ يعني الآن أكمل دور الانعيقات نسمع أخبار عن تغييرات وزارية نتمنى أن تكون للصالح العام ما عندي هل هوس في تغيير وزراء كثير ما عندي هوس في تغيير أداء التغيير للأفضل شعار المواطن قبل النائب وإن كان نواب يريدون تغيير بعض الوزراء فإن المواطنين يرغبون بتغيير الوزراء والنواب معا هذا بناء على قراءة لاستطلاع رأي قام به مركز الراي للدراسات الاستراتيجية والبحوث في نهاية يوليو المنصرم أعتقد أن هناك عدم رضا عن أداء الحكومة وهو بالمناسبة ليس الاستبيان الأول هناك أكثر من الاستبيان قامت في المؤسسة الراي للبحوث كلها كانت تتبين عدم رضا المواطنين عن أداء المجلس وعن أداء الحكومة وهذا واقع لأنه لو نظرنا الآن نحن إلى العملية السياسية منذ الاستقلال ومنذ وضع دستور دولة الكويت إلى اليوم هل هي في تطور أم في انحدار هل نحن نسير في الطريق الصحيحة أم في الطريق الخاطئ سنعرف مباشرة أن نحن نجينا على مستوى الديمقراطية نجينا على مستوى الحريات نجينا على مستوى التنمية نجينا على مستوى التعليم الصحة الخدمات كل هذه الأمور ماشية في الطريق الخاطئ في انحدار مستمر لذلك هذا طبيعي أن تشوفين عدم رضا من المواطنين كثيرة هي التنبؤات والتحليلات والتوقعات لدور الإنعقاد المقبل وكثيرة هي التهديدات بالمساءلة والاستجوابات لكن القليل هو الحديث عن تعديل حكومي طالب به النواب ولا زالوا رباب بداح الرأي